نفس التمامية في النور ونفس التمامية في المعنى في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وروايات واضحة النبي ليس له ذنب متقدم ومتأخر إنما الله سبحانه وتعالى نسب إليه ذنوب شيعة أهل البيت وهذا المعنى كي تغفر وهذا هو معنى الشفاعة الآن الشفيع في الدنيا ماذا يقول؟ يقول احسبها عليه احسب هذا الخطأ عليه هذا المعنى البسيط المعنى الأولي للشفاعة وإلا شفاعة أهل البيت معناها عمق من هذا المعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة إتمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم متعلق بأشياء أهل البيت والنعمة التامة والصراط المستقيم هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين